المهم في انتظار لربما كشمال تحقو إخوة نحاول هو أن ندلي بمداخلة فيما تعلق بالحركة اليوم شفت عدد من الولايات عدد من الولايات البث المباشر في عدد من المناطق نتاع الوطن شفت إخوة من عنابة إخوة من العاصمة من ورقلة من سطيف من تيزيوزو من بجايا من واهران من بشار هذول اللي شفتهم اليوم شفت إخوة وكانت شعارات قوية تناولوا خلال هذا الحراك للمسألة الجنسية كان رد قوي للسلطات ما زال ما شفتش يعني كما يقولون الموداء اللي بسمه التسجيلات يعني في الولايات كلها شفت مجموعة من من اللي اسمه البث المباشر اللي قاموا به الإخوة في عدد من الولايات في الشرق وفي الغرب وفي الوسط وفي الشمال وفي الجنوب وكانت كلها يعني عبارة عن مواصلة عن الحراك مطالبة بالدولة مدنية شعرت واضحة ذرك يقول لي واحد هو أنه رأهم الناس يحركوا إذا كان هذا الناس رأهم يحركوا ورأ عندهم هذه الشعبية والسلطة عاجزة لا تستطيعوا هو أن تقوم بشي مبروكة لهم هذا مكان هذا هو شيء اللي نقدر نقوله السلطة هذه اللي رأهم معها الشعب تدائي من أنه رأهم وضرق مثلا هذا تبوين رأهم انتخبوا شعبي أخويا أهبط أهبط للشارع ومشي في الولايات رأهم عندكم الحراس عندك الجيش وعندك الدرك وعندك الشرطة وعندك كل الإمكان هي تمشي ورق صحيح بصحتك يلا مشي لي الولايات وجوب المواطنين هذا أما هو أنه تبقى لذرك السلطة هذه صم الأذان انتاحا بالعكس ماشي للتصعيد مثل ما رأنا نشوفه تصعيد هو أنه الآن بدأت فيه تهديدات استخدام هذا الإرهاب نعم هذه الحقيقة الآن السلطة رأها صارت هو أنه تستعمل في الإرهاب المعنوي هو أنك أنت لما تهدد الناس أنت بسحب الجنسية وش تسميها كيف راح تسميها ما يقدرش واحدين نحية جنسية للمواطن الجزائري مهما كان الإجرام انتعوه تحاكموا لازم تكون دجا المحاكم هذه تكون محاكم شرعية وتكون السلطة شرعية فيما بعد أنت الإنسان هذا الذي أجرم يحكم يحكم عليها القانون لما تدخل أنت واحد للسجن ما تعاقبوش لأنك تنتقم منه أو لأنك أنت تصفي الحسابة تنتعك معاه تعاقبوه لأنه أخطأ أخطأ لا سيما عندما يتعلق الأمر بالشعب تلمرك تحكم باش تحكم وش يقولوا يقولوا باسمي الشعب شعب ما من تحقبكش شعب ما فوضكش سار أنت مواطن عادي يصرخ من الظلم يصرخ من المحابات يصرخ من التمييز تحكم عليه انت بكذا سنع من السجن وناس الخاص والعام يعرف من أنهم مجرمين تسببوا في مأساة مع هذا الشعب سرقوا أموال انتع هذا الشعب ضمروا الأسرة ضمروا المجتمع وتدخل معهم في صفقاء وكذا لماذا هذا الكيل بمكيالين ناس داخلها خارجة ناس تعطلها قاعات تقوم بأعراس وتقوم بحفلات وتقوم بتجمعات وكذا وناس في المقابل قال بعده في المسجد بعد الهي قال لابد من الرقابة ولابد من الوقاية وخلي مسافة بينك وبين لأخر لماذا هذا الكيل بمكيالين علاش وفي المقابل في المقابل الناس دركوا ما رهم داخل الحرك نفس الشي واحد يعتقلوه في اربع ساعة يديرو عليه حيحايا واحد راشي في السجن واحد معلبلوش به حمد 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 ذرك كيني الناس اللي رهمدوك يهضروا يهضروا الباسبورات نحن باسبورات سنوات ونحن نعيطو ولو واحد ما يسمع فيك لا السلطة ولا هذا اشبه المعارضة كين فيه كيل بمكيالين من الجهتين وكين الناس هكما تشوفو فيهم حتى السرق انت واسمه عمل مش غير احنا عمل كنا نقوم به من سنوات احنا نتحط فيه هذا الامر انت الاختطاف وانت التعذيب وانت المأساة سواء بالكتابات او بالمداخلات بالصوت وبالصورة وبالنقاشات والحوارات اللي قدرناها اذا انت وطني من سنوات ويجيك واحد دار شعار حاسب روحه وباللي يدرك هو اللي راه ينوض في الشعب وهو اللي راه يحرك في الشعب وهو اللي راه يوجه في الشعب كين وكين وحنا نحاوسو على جلبة اشتبنا الجزائر الجديدة لانه قلتها في عشرات وفي مئات المداخلات كين هناك سراعات ما زالها تتكرر ما زال تتكرر بعنوين مختلفة تتكرر بأسماء مختلفة لكن راه تتكرر وناس راه تسعى للسلطة واضح البارحة فقط كنت قاعد نشوف فيه واحد دير تعليق اعتقد فيه واحد العشر دقائق هكذاك هكذا صادفني في الصفحة هديك نتعلي الاستقبال هديك قاشدك هديك نشوف فيه نشوف فيه واحد الشخص شايفوه انا هنا في تولوز على بلي به بالليل وقرعه يتفرج فيه شايفوه في تولوز واحد من الناس اللي هم حبو يعرقلوني نهار يتحركوا هنا وليه واضح واضح من انه كان الناس ما راهم ينسطوا مع بعضهم والهدف واضح واضح هو السلطة ما كانش حاجة واحد اخرى وعارفين باللي التنظيم ما يخدمهمش التأطير ما يخدمهمش الانتخابات ما تخدمهمش لانه هذو وش حابين يديرو حابين هما يستعملوا التصعيد نفس الشي الناس اللي راهم دوركم في السلطة نفس الشي هذوك يستعملوا في التصعيد من اجل البقاء في السلطة وهذوك يحاوسوا يستعملوا في التصعيد دون رأي الشعب ودون الانتخابات من اجل وصول للسلطة وفي زوج لا يمثلون الشعب وهذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة مثل ما اعتقدها الناس في السلطة مستعدين حتى يرحيوا نص الشعب وناس يحاوسوا يوصلوا للسلطة ولو انه يرحيوا نص الشعب الناس خرجت في هذا الحراك تطالب على جلبش تكون هناك جزائر جديدة وناس الانظر كراها تستخدم في هذه المأساة يستخدموا في المأساة الناس اللي في السلطة يستخدموا في هذه المأساة يخوفوا في الناس من الاسلاميين قال له نحن ذكرنا رحيين نديروا الانتخابات والله كان كذا رحيين الاسلاميين يوصلوا ومتعاونين مع جهة اجنبية اللي هو ما يخدمهاش هذا توجه العربي الاسلامي وناس في المقابل في هذا انتبعوا المعارضة نفس الشي يستخدموا في المأساة وقال هاكم تشوفوا هذو كل عسكر وهذو الاسلاميين هاكم تشوفوا وش رحيين داروا في البلد وبالتالي احنا احنا اللي لازم نوصلوا للسلطة ونحنا اللي نمنعكم من هذا باش كيفاش يمنعهم مش بالانتخابات يحوسوهما انه يستخدموا الشعب من خلال الشعارات اللي هما يحوسوا عليها هما ينظموها ويحوسوا يجيشوا شعب على جلبشهما تساعدهم ايضا جيهات على جلبشهما يستلمو السلطة في زوج هما ما تخدمهمش الانتخابات الحرة والنظيفة وشفافة لانه الشعب هذا من المستحيلات هو انه يلتقي على الضلالة يقدروا يقولوا مثلا هكذا ناس يهفهم قال مثلا بالشعارات ولا لكن غدوة لما يتعلق الامر بالانتخابات هذ الناس لا يساوون شي همت كاي نظرك اللي راهوذوك مثلا حاكم قناتي برح فيها برح على روحك لكن غدوة للانتخابات وين رح تترشح تترشح في 48 ولايات هاي مكانش منها تقدر تهف ناس قال مثلا في ولايات بس ما تقدرش تهف وطن كامل وسواء هذ الناس كانوا في الداخل والله في الخارج لأنه الانتخابات مش هذي اللي راهو قال مثلا نراه يحكي عليها النظام انتخابات يعني كخيار من خيارة التغيير انتخابات هي الخيار الأسلم وهي الخيار الأمثل للتغيير بطريقة سلمية حضارية هذه هي اللي تغير بها النظام وتغيروا على مراحل ما كانش حاجة واحد اخرى لكن هما يستعملوا في الشيطانة ويستعملوا لانظرك واضح من خلال التصعيد اللي الانراه وواضح ناس ما تخدمهاش سلمية لا ناس داخل السلطة ولا ناس داخل الحراك والحراك انتحدثوا حنا الحراك مش عموم الحراك كي الناس داخل الحراك السلمية ما تخدمهمش تطعر عارفين السلمية هذيك ما توصلهمش هو اللي يوصلهم يوصلهم العنف وهذو كل الناس اللي رام في السلطة اللي خليهم هما حاكمين السلطة هو العنف في زوج وذرك هما الان رام من خلال التصعيد رايحين يؤديهم مع مرور الوقت اذا كان ما تحركوش ناس شرفاء ناس افاضل ناس عقال ناس حكماء رام رايحين هما مع الوقت رايحين مدين البلاد مدين هالحيث لذلك على الناس هو انه تفيق تفيق على الشيء هذا اللي رام درك هما يقوموا به من حق الشعب هو انه يحتج من حق الشعب هو انه يصرخ من حق الشعب هو انه يطالب بل يعيش يعيش في جزائر جديدة فيها الكرامة وفيها العزة وفيها العدالة وفيها تكافؤ الفرص وفيها النظافة وفيها فيها البيئة وفيها فيها العيش الكريم وبدون الدخول في التفاصيل من حق المواطن الجزائري هو أن يعيش في الجزائر يعالج في المستشفيات ويقرأ في المدارس ويتمتع بالهواء النقي من حق الشعب الجزائري هو أنه يزور باقي يزور الولايات الوطن ويكتشف هذه الكنوز اللي راها موجودة يعني الناس راهم كثير من الجزائريين ما يعرفوش حتى الجزائر ويرحوا يحوسوا في الطرق ويرحوا يحوسوا في تونس ويرحوا يحوسوا في دول وحده وخرى والجزائر بلادهم ما يعرفوهاش وركم تعرفوا هذه المسائل من حق الجزائري هو أنه يتمتع في بلاده ولكن في نفس الوقت كين الناس اللي هما كين الناس اللي هما ما تخدمهمش كين الناس اللي ما تخدمهمش السلمية وما تخدمهمش هذه الطريقة نتع الانتخابات وما يخدمهمش الحوار الصريح وشفاف هو ما يستعملوا كل مرة يستعملوا في قضايا من أجل فرض أمر واقع سواء عن طريق الابتزاز أو عن طريق القوة ونفس الشيء بالناس اللي رأهم في السلطة وحبين يفرضوا أمر واقع للشاب هذوك يخوفوا وهذوك يخوفوا وإحنا نحوسوا على جلباش الجزائر تكون للجميع حابين هو أن نوذرك الناس قاموا بأخطاء قاموا بأخطاء قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة وإحنا علاش نبقى ونستمروا في اشترار هذه السراعات فرق الناس كان بعض الشباب اللي هما ما عندهمش تجارب سياسية لا عمره ولا دخل هو في حزب ولا في جمعية ولا في كذا هو ما رأهم يشوفوا فيه بللي الحراكة ذا راهوا واحد ومواحد وكذا وكذا والإنسان اللي هو يتكلم لهم يعتقدوا فيه بللي هذا الإنسان هو راه يفرق وراه هو يقسم وراه وكذا لكن الناس السياسيين الناس اللي عندهم تجارب سياسية راه مفاهمين وش رانين نتكلم الناس اللي عندهم معلومات تاريخية ويعرفوا هذه الصراعات ويعرفوا الجذور تاحها راه مفاهمين وش رانين نتكلم حتى هذا الناس اللي راه مفاهمين وش رانين نتكلم حتى هذا الناس اللي راه مفاهم في السلطة او الناس اللي رام خارج السلطة و رام يسعاوا هذوك يحوسوا على جلبهش يبقوا في السلطة و هذوك يحوسوا على جلبهش يوصلوا رام فاهمين لكلام نتاعي اما بعض الشباب هكذا مساكن اللي هما معدهمش تجربة و كذا مرة على مرة كيني الناس يطنهوهم فهمت انت لما تبدأ تشبدلوا على هذه الامور يقول لك باللي انت هذا ها هم بعوثوها و كذا و هاو يخوف على جلبهش الناس خوفناكم في 2011 كين منكم اللي راو يتبعي فيها خوفناكم في 2011 و قلنا لكم باللي راهو قادر هذا الحراك السلمي هذا راهوا رايح يأدي هو الحرب خوفناكم مسمعتون ناش كنتوا تقولوا المجاهدين ها كنتوا مع حلف الناطو و كنتوا و كنتوا و كنتوا و كنتوا و كنتوا و وين راكم من الان وين راها ليبيا راني نخوفوا فيكم ثاني وين راها ليبيا وين رأى سوريا وين رأى اليمن اليمن في الوقت هذا احنا نقول لهم يودي رأى لا شعلت رأى سلك ما يسلكها هم يقول لك سبحان الله تشوف انت الشعب اليمني كله رأى وهز الخناجر ولكن مكنوا له رأى سلمية ورأى كذا ورأى هين يجيبون لك في هذيك توكل كرمان هذيك صنعها قلبها وسموه كذا وما قاعدين يهيئوا في الأرضية شوفوا النتيجة الآن وش رأى في اليمن شوفوا ترى كاش واحد رأى لبانه باليمنيين واحد ما علابه بهم تعليق ما كانش صفحات انتاحهم قاعدين نهارلو يستغلوا في هذيك المدخلات وقاعدين يستغلوا كاش واحد رأى يتكلم مع اليمن نفس الشي هام درك الاخوة في سوريا كاش واحد ما علابه بهم واحد ما علابه بهم هذي اشتوات وهذي صيفات وهذي برود وهذي سرود وهذي كذا شوف كاش واحد رأى على بالي بهم رأى من الاخوة اللي رأى ما عايشين في الجزائر رأى ما شايفين الاخوة السوريين اللي رأى ما موجودين احنا نتكمن نتكلمو نتكلمو نعم سلطة ظالمة نعم سلطة جائرة ولا بد من تغيير النظام ولكن الناس اللي يغيروا النظام يكونوا في مستوى تطلحات في مستوى طموحات الشعب ويخدمو يخدموه بالتي هي احسن ويخدموه في الوضوح بعيدا عن تلاعب بالمشاعر انت عن الناس وبعيدا عن استعمال استعمال المأساة كي الناس اللي رأني كما قلتها نقبل ربي بارك فيك الاخ طرق الاخ باديس وعليكم السلام ورحمة الله اخ شعيب وعليكم السلام ورحمة الله اذا كان فيه اخوة هكذا يحبوا يشاركوا بامكانكم هو انه تشاركوا زيد نعود نوضع لكم الرابط في التعليق اه دقيقة نوضع لكم الرابط متع الى 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 التعليق بامكانكم هو انه تشاركوا على المباشرة الاخوة اللي راكم موجودين في الصفحة انتعية بامكانكم هو انه تشاركوا مباشرة في هذا النقاش ماذا بنا على الجر باش تفيدونا بال بالارأة انتعكم هاني ننتظر فيكم اذا كان اخوة هكذا تحبو تديروا مداخلات ولا تعليقات او ربما كاش اسئلة هكذا اللي هي تفيد النقاش اللي موجودين في الصفحة انتعية هاك تشوف تقولوا اللي موجودين في الصفحة انتعية هو يلا قلت فقط الناس اللي موجودين في الصفحة انتعية بالاسم شوفوا ترى هذا الاخ هذا ياسين هذا ايوه الاخ ياسين اخرجت المهم نشوف ترى اذا كان فيه نزيدوا ترى نصبره شوية عبدالحليم شكونا هذا عبدالحليم مكش موجود في الصفحة انتعية يلا اخ عبدالحليم خمسة كيف كيف الاخ اللي ترمز الاسم انتعك بالخير كيف كيف اللي ممشوز الناس اللي موجودين في الصفحة انتعية ووضعين الصورة انتع البروفيل في الصفحة انتعهم باش نعرفهم خمسة رانين ننتظر فيكم الاخوة اللي موجودين في الصفحة انتعية كي الناس اللي هما لما يكون بالاسم انتعه الحقيقي ميقدرش يعلق يحبوا يعلقوه كي يكونوا بليبسودوه يا سيدي الناس اللي يراهم في الداخل قالوا والناس اللي يراهم في الخارج الناس اللي يراهم في الداخل يخافوا يخافوا يتكلموا مع هذك البوعب و هذك اما كلها تضل تعب في المالية كنتوعك اللي ترمز الاسم انتعك بالشاط اما كلها تضل تعب في المالية كنتوعك راني قلت الناس اللي هما مسجلين بالاسماء انتعهم الحقيقية اسم ونقب وصورة في البروفيل كلام انتعي واضح هني نتكلم بالعربية لما تفهمش العربية حاجة اخرى يا الله يا كريم اذن الاخوة والاخوات نعود ان نذكر الموضوع انتعي اليوم هو حول السلطة والحراك في الجزائر يا هل ترى رانا ماشين الجزائر جديدة وإلا رايحين نعود ونكرروا المأساة الواضح من خلال ما تقوم به السلطة لحد الان مكانش مؤشرات التي توحي بالنور نماشين الجمهورية جديدة فيه وعود فيه تصريحات ولكن اشياء اللي هو يلمسها المواطن على ارض الواقع من خلال السلوكات في الادارة في التعاملات لحد الان مازال ما كانوا والناس اللي يذركه ما راههم يسعى ونطولوا السلطة نفس الشيء نشوفوا باللي راهو كاين فيه تصايد وهذا الناس لا يؤمنون بالانتخابات يعني عندهم خيارات اخرى تغيير ما همش ديرين الخيار الانتخابات هو الخيار الاول وبالتالي انطولوا ولا انقصروا بهذه الطريقة تعنوا تنتعى السلطة وتعنوا تنتعى هذ الناس اللي راه محبين يوصلوا للسلطة انطولوا ولا انقصروا رايح الناس يدخل في الحيط لانه نظام هذا ما يقدرش هو يبقى مستمر هكذا هو يلابع العام للوقت لا شك في ذلك لكن ما يبقاش هو مستمر في هذه الحالة لازم هو يضع لها حد وهذا الناس هما كاين منهم اللي ما عندوش هو طول نفس راهوا في دورة من الدورات راهوا رايح يفقد الاعصاب بتاعه وبالتالي رايحين انطولوا ولا انقصروا رايح الناس يدخل في حيط احنا ماذا بينا على جلباش العقالاء هو انه يساهموا في ايجاد مخرج البلاد في وقت من الاوقات قال مثلا لما كان القايد صالح كان فيه بعض الشخصيات السياسية وبعض الاحزاب وبعض الجمعيات ومهم بعض حركتها المجتمع المدني وفيه بعض الناشطين بعض السياسيين اللي هما قاموا بمبادرات والمبادرات هذيك والمبادرات هذيك صمت السلطة الاذان انتاعها الان للأسف شديد هو انه احزاب سياسية رايح نشوفوا فيها الان من خلال الاستقبال تاعهم من طرف تبون لكن الشخصيات اللي كانوا في وقت من الاوقات يخرجوا بمبادرات لحد الان ما زال مش فيناهمش ماذا بنا على جلبش هما اما انهم يجددون هذيك المبادرات يجدوها باشخاص اخرين لانه كي الناس اللي هما راه راهوا لتحقوا بالله بالركب واما انه نشوفوا مبادرات جديدة ونشوفوا وجوه جديدة وهذا الناس اللي هما منهم اللي راهوا يسعى للسلطة او عنده اغراض واحدة اخرى هذو ما تخدمهمش هذه المبادرات وما يخدمهمش الحوار الصريح والشفاف هذو يخدمهم العنف تخدمهم الفوضى ما يخدمهمش التنظيم وما تخدمهمش الانتخابات لانه على بالهم برواحة باللي الانتخابات ما راه مرح يدولوا على بالهم بها بالتالي هما يستعملوا وسائل اخرى من اجل الضغط على السلطة اما انها تتنازلهم على بعض المقاعد او تعطيلهم تدلهم كوطات كم مولفين سواء في البرلمان ولا في مجلس الامة تتنازلهم وتعطيلهم كوطات كم مولفين خاطر عليهم هما بالانتخابات الحرة الصريحة الفاصيحة الشفافة ما راه مش رايحين يدول مقاعد لا في البرلمان ولا في مجلس الامة ولا رايحين يوصلوا للحكومة شكرا تترجمو الاسبوع الماضي الشعب يتكلم عن الحراكة اما اليوم الشعب يتساءل عن الزيت الذي اختفى من السوق يواضحا الأخ انت هذي راه مدرك راه مناس بكري راه مقالوها راه مقالو ناس بكري جو كيل بك يتبعك راه مقالوها ناس بكري قالوها هما ذك انا راني كتبتها في واحد المقال من المقالات جو شعبك ينتخبك فهمت هما ذك راه ماشين عليها هكذا علاء هما يديروا هك يديروا هكذا من أجل الضغط فهمت يستعملوا في جميع الوسائل عندهم هما كما يقولوا ديكارت رك شفت هذك الانسان اللي هو قوله مثلا يلعب في الكارتة هو ما يديرك الكارتة هذوك ما يعطيك شو مباشرة الكارتة هذك لا هو كل مرة يستعملك كارتة كل مرة يستعملك كارتة كل مرة يستعملك بطاقة حتى ان هذك الناس اللي يلعبوا في الجو دي شاك ولا انت على الضامة هذي كيف كيف يعطيك حاجة من بعد طف 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 يعطيها لك من بعد يديرك كل شي هذا النظام كيف كيف النظام هو يستعمل في أوراق يستعمل في بطاقات وهذي ضربة انت على الزيت من بين البطاقات اللي يستعملها ضربة انت على كورونا من بين البطاقات وأشياء واحدة أخرى مرات ليسانس مرات العملة مكانش مرات كذا وهو كل شي هما يستعملوا في عامل الوقت لأنه هو هو رأى هم جاي في داره فهمت جايين في المكاتب انت هم مريحين وعندهم هما التفاصيل عندهم تفاصيل على مستوى ثمانية وربعين ولاية وعلى مستوى الخارج كاينة أجهزة تخدم تقارير رأى توصلهم عندهم هما قال مثل من قاعدة العمليات وهو مرام يشوفوا فهمت قال مثل يثيروا الموضوع هذا الزيت مثلا وعندهم ناس وملي عن طريقهم يروجوا يروجوا لبعض الأشياء ومن بعد هما قال مثل 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 انتارك في البرج تسمع انتها درا في البرج تعيط انت المثل واحد صاحبك في المسيلة ولا واحد من العائلة في المسيلة كي تعيط له انتت سقسية تقول له دي رأى البرج رأى كذا الزيت ومنه يقول لك هو ولا غاى نفس الشيء زيت تعيط الواحد بجايا والله في ولاية واحد اخرى سيقول لك نفس الشيء اما بعد انت تفهم هما عندهم جهات اللي هما يروجون للإشاع ويروجون مرات لبعض الأشياء اللي هما حبينها تفوت تكون هذا عليها خرجت ضمط الأخ طرق هذي هي وهو ماذوك بدل من ان الناس تتناقش على الجمهورية الجديدة وتتناقش على مستقبل البلاد تولي الناس تتناقش في الزيت الزيت رأى مكانش وانت كتروح للدار كتروح للدار الوالدة والزوجة وش يقولوك يقولوك جبتنا الجمهورية الجديدة يقولوك لا جبتنا الزيت فهمت المسألة هما حبين حبين على بالهم باللي هذا المواطن ماركش كيمهنقولو مثلا قل في دولة اللي هما رهم ينقشوا في البرامج ورهم ينقشوا في الأفكار ورهم ينقشوا في المشاريع والله انت يارك مع ناس واطين فهمت الناس ما عندهم شالهوش يحشموك اكتشوف انت شعب خارج يطالب بالحقوق انت عووهو يقولوك اني حيك الجنسية عندهم وماذا كل شيء كل شيء رأوا تحت تحت يديهم وللأسف شديد هو انه كان الناس اللي ما همش فاهمين هم ما همش فاهمين هم ما همش فاهمين النظام الاخ اللي اسمه ما انا قدرش ندخلك الاخراني قلتلك ما انا قدرش ندخلك الاخر اللي دخلت باسم فاريد ولا ما انا شاهد راني قلت مقبيل ونعود نكرر هو انه هذه المداخلة الانسان اللي يحب يجي يشارك هو اللي يكون موجود في الصفحة انتاعي صديق الصفحة انتاعي رام مسجل بالاسم انتاعه واللقب انتاعه مثل ما الاخوه هذول راني نقرف تعليقات انتاعها ماني نعرفهم بالاسم ولو انه رام قلة ولكن انا هذا وش اللي فيني راني على بالي ذو مثلا قال الاخ طارق على بالي بيه من البرج راه وطرح لي سؤالي للزيت على بالي بيه الموضوع هذا صحيح راه وش يهف فيها كي نعلق نعرف وش اللي يقول بشي واحد هو يجي يدخل لي بسودوانا ويقول لي وش رأيك انتا اراهم كين واحد همسر قولوا الطمبيل انتاعه ورهم يلقوا فيها مانيش عارف كذا فهمت يهفك يهفك يخرجك انتا انا على بالي مع من رأيين نحكي كي نحكي مع الناس على بالي برحي وش اللي يقول الاخ باديس بتليه للأسف عقلية الاقصاء هي المسيطرة في الجزائر سلطة ومعالمة بما بينها على السوي ذلك نيسة هناك نور في مؤخرة نفق على الأقل في الوقت القريب المهم رأينا تقريبا على نفس الله الاخ باديس واضح هوا ذك هذا الاسم الناس اللي هما رأهم في السلطة مش من الان رأهم ذرك هما متعاونين مع الناس من الخارج وعندهم هما لا بد من غلق الطريق هما ذك رأهم شافوا قال مثلا في بداية انتع هذا ما يسمى بالربيع العربي فهمت وعندهم تجارب مش من الان عندهم تجارب ليس من الان هما ذك رأهم قال مثلا في الجزائر جربوا الحرية جربوها في ال تسعة وثمانين بعد ما هما داروا للأسمو تعددية الحزبية هذه تعددية الحزبية هي جابة الفيس في الانتخابات البلدية وفي الانتخابات الشريعية أوكي من بعد هما انقلبوا على الإرادة الشعبية لأن الإرادة الشعبية لا تخدمهم بالإضافة في المقابل هو أنه كين الناس اللي هما أعطوا لهم الفرصة وكين بعض الناس اللي هما ربما احتنى قلك بالهاج وعباس مدني كين أمر جوزتهم وكين بعض الأشياء اللي هما معلبلهم شبهة كين أشياء اللي هما معلبلهم شبهة كين ناس هما كانوا باسم الإسلام كانوا يمارسوا في أشياء دون العودة للقيادة انتعى الجباه الإسلامية أو والله للحزب كانوا كل واحد دير دولة في رأسه كانوا يتصرفوا في التصرفات سواء على مستوى بلديات والله في أماكن واحدة أخرى ونعطيلك كمثال برك كمثال في الوقت هذاك بالذات أنا شخصيا كين واحد نعرفه ما زالوا حي إلى الآن هو إنسان معلما انتعى قرآن كان في الظواحن المعضيد المهم في جوية المسيلة هكذا في بلدية من البلديات المهم جالية نعرفه لأن هذا الأخ هذا هو قرآن عند الوالد انتعى جالية جالية وشراك لباس قال لي باللي راني أحبت أن نبهك الوحد المسألة إذا كانت تعرف إخوة هكذا والله قلهم عليها واشي هذا خير إن شاء الله قال لي راه ها في المكان الفولاني راه هم ولو يطبقوا في الحدود فهمت يطبقوا في الحدود ربما يقدر يقول لي واحد هذه حالة عندي واحد أيضا نعرفه صديق في المسيلة بالذات نعرفه ومازالوا حي حكى لي نفس الحادثة قال لي مرة أنا نمشي في الطريق قال لي هو هو المرة نتاعه وكان جون هكذا صغير هكذا قال لي حتى جوا يحبسوني أعطينا اللي فريد فهمي في الطريق باسمي ماذا باسم الإسلام بالتالي يدرك هما كي الناس اللي هما كانوا يخوفوا كانوا يعطيوا في الكضوات لهذا النظام نظام المستبد نظام طاغي ومتجبر وكذا وشوف شوف هذو راهم مازال ما حكموش السلطة شوف كفاش راهم يمارسوهما في الاستبداد هذو غضوة لو كان يصلوا للسلطة لو كان يديروا وش يديروا درك هما لما منعوا عقية الفرصة ووقعت في أحداث وكذا وحلوهما الحزب ودخلة البلاد في جعيم ومن بعد كاين خيرين من أبناء الوطن سواء كانوا في الجيش والله من عامة الشعب استطاعوا هما أن ينقذوا ما يمكنوا إنقاذه والحمد لله هو أن البلاد كما نقوله رغم العدد انت على القتلى وانت على الجرحى وانت على المصابين وانت على الناس اللي راهم مازالهم إلى اليوم راهم يبحثوا على أولادهم ولكن مع ذلك أحسن من هو أنه راح للبلاد قل لا راحت كيما راه هذوك راك تشوف أنت في سوريا ولا راك تشوف أنت في ليبيا ولا راك تشوف أنت في اليمن رغم الشي اللي حصل ربما الفارق في ذاك الوقت وذرك لو كان جات ربما الانترنت في ذاك الوقت ربما لو كان رانا كثر أليش أنا نجيب لك في هذي نجيب لك في هذي لأن نظرك أنت لما جاء هذا أنت ما يسمى بالربيع العربي وش هو الشي اللي أفرص لما داروا الانتخابات شك اللي إدتها في تونس إدتها النهغة ولما داروا الانتخابات في مصر شك اللي إدتها وشك اللي إدتها في ليبيا وشك اللي ظهروا؟ وظهروا كيف كيف تبع الإخوان ثم هما على بالهم بذلك كان هما يديروا الانتخابات على بالهم بذلك هما رايحين يخرجوا الإسلاميين لا يهموا الأسماء قال هذا ما على باليش أنا حمص والله هما ما يتهمهم ليش الأسماء هما على بالهم بذلك كان هناك هذا التيار هذا ما زال موجود ما زال موجود دركن جيلك الأخ حمدو الأخ وسمو الأخ الأخت أمينة دركن نقرأ إن شاء الله تعليق تاكم إذن فهمت الأخ بديس دركن هما هذو على بالهم بلي لو كان هما يديروا انتخابات على بالهم بلي خلاص ونفس الشي كان الناس اللي هما دركن هما راهم دركن هما في المعارضة راهم نفس الشي هما يستعملوا في البعب وانتع الإسلاميين وهذو هما اللي راهم دركن هما هذوك على بالهم برواحهم باللي اللي راهم في السلطة على بالهم برواحهم باللي لو كان تكون هناك انتخابات راهم 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 يفقدوا السلطة وهذوك الناس العلمانيين المتطرفين اللي هما درك هما عندهم البعب وانتع الإسلاميين على بالهم برواحهم باللي غدوا لو كان يديروا انتخابات على بالهم برواحهم باللي راهم ما مش راهم راهم يصلوا للسلطة دونك هذوك يستعملوا في البعب و هذوك كيف كيف و الجزائرها تدفع في الثمن لأنك انت لما انت تقصي شرائح من المجتمع راها كين فيه تدائيات لما تكون هناك حريات و تكون فيها عدالة فيما بعد انت تقول لي هناك إبداع في كل مجالات في الأدب في السياسة في السياحة في العمران في كل مجالات لما تكون هناك حريات و تكون عدالة لكن هما هذو الناس يستعملوا في الإقصاء سواء الناس اللي هما في السلطة أو الناس اللي راهم يحبين يوصلوا للسلطة هذوك غار انت كما تبدأت دور بهم وهما يبدأوا يجبدوك في ملفات ويبدأوا يجبدوك في الابتزاز ويبدأوا يجبدوك في أشياء مختلفة كلهم من أجل على جلبه يبقاوا في السلطة والأخرين نفس الشي فهمت؟ هذا هي للأسف شديد الأخ أحمد وعليكم السلام سمعت الأخ أحمد؟ الأخ أحمد لا عم بلكن تم قريه خاف الله بس هل يجبك تعرف باللي راه وضكاكينة هذه المواقع عن التواصل راه تخدم في خدمتها والأجهزة نفس الشي راه تخدم في خدمتها وهو ما زال ما هبطش ممكن بلك يهبط بلك لعود يروح المسيلة ما تحسيش فاصبر شوية ما تقصب شروعه هو قال لكن حبوه نهبطه نهبطه هو أنا متأكد باللي راهم عنده ناس توعي وراهم موجودين في الحراك لكن هو كشخص ما زال راه ربما يراقب في الوضع أنا ما شفتوش ما زال ما شفتوش هنا اليوم ممكن ما على بليش ما شفت عدة وسمه وتسجيلات في ولاية مختلفة كذا الأخت أميناء في الوضع الحالي في الجزائر يفتقد للمنطق من كل الأطراف لكن لابد من لملمة وتغاضي أحيانا على الأقل في الفطرة الحالية كلام ناس العقلة ورشال الجزائر تراوح أزمتها من بعامين وهذا بسبب من أسميتهم نيتو دائر الدولة في راسو من كل الكيارات في الجزائر المقرفة هذا البلد هو الخاص للأخبار اللي تجري من المعادات ومحاكمة الهامة متفق معك الأخت أمينة متفق معك على طول الخط همتي هذي يلقى نعنتي أنا هما كينين الناس هذا هو للأسف الشديد هما ما يخضمهمش الحوار همتي قاعدين يديروا فتكيات للناس سواء من خلال تعميم الناس في السلطة يستعملوا في هذه الأشياء كل إنسان معارض يشوف فيه كيف كيف لا يفرقون بين الناس وناس في المقابل كيف كيف الناس اللي هما ذكرهم هما يسعى للسلطة كيف كيف كي الناس لا يفرقون بين عمار سعداني وعلي بالهاج ولا يفرقون بين الشنقريحة والقايد صالح وقال معلبلشانا ومقري لا يفرقون بينه وناس في المقابل في السلطة لا يفرقون قال مثلا بين أمير ديزاد وبين أنا لا يفرقون يشوفوا في الناس كلهم كيف 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 وهذا خطأ يا أخوة يا أخي ربي نحن رأينا مسلمين ولا يبطلنا ربي أراه كل إنسان يحاسبوا على الأفعال تاو كل إنسان عنده القبرة تاو كل واحد يحاسبوا على الأفعال تاو كل إنسان يحاسبوا على الأفعال تاو ضرق قال كاين مثلا الناس راهم أخطأوا معاك كاين الناس ارتكبوا أخطاء ولا ربما حتى ارتكبوا حماقات ولا ربما حتى حتى دخلوا في أمور كبيرة معاك ولكن علش أنت تحمل الناس كلها تحمل الناس الأخطاء علشا ضرق مثلا الثورة كاين الناس مجاهدين كاينين كاين الناس مخلصين كاينين كاين ناس تجربوا الثورة كاينين كاين ناس تجربوا الثورة وكاين ناس خدموا الثورة بإخلاص ما لزمش الإنسان هو أنه يحط الناس في الثورة قال هذه راهم كل مل متجيرين وفي المقابل كينين ناس آخرين اللي هما رهم قال مثلا كانوا خواناء لا شك في ذلك ولكن مش كل الناس خواناء كل واحد كيفاه راه وشارك شارك في الثورة المرأة هذك اللي كانت في الدار ما طلعتش اللي جبل لكن كانت تخبز الكسرة كانت تغسل كانت تتربي في الولاد كانت صابرة تحت هذك الظلم وهذاك الحيف اللي كانت تتعرض له الفقر وضغوطات مختلفة وناس كل واحد كيفاه راه شارك البلاد هذه كيفاه تتبنى راه كل واحد كفاش يبني فيها كين يبني فيها بيده كين يبني فيها بفكره كين يبني فيها بالمال تاعه كين يبني فيها راه يقس عليها كل إنسان راه على ثغر من الثغور هذا العمل إحنا اللي ذوك حنا رأنا نقوم به رأه دخل في هذا الإطار وكل واحد كيفاه واحد رأه في التلفزة واحد رأه في الفيسبوك واحد رأه قال في ثكنة عسكرية واحد رأه في بنكة واحد رأه يدرس واحد رأه إمام واحد كذا والناس تتعاون هذه الإرادات الخيرة هي اللي تتعاون على جلبة تخدم البلاد إحنا للأسف شديد كيني الناس حابين يفرضوا علينا ثنائية وهذه الثنائية لا تخدم للجزائر ولا تخدم التغيير ولا هم يحزنون حابين يفرضوا عليك أنت هو أنك أنت تخير بين هذا الإنسان المتعصب وهذاك الإنسان المتعصب يا أخو يا ما نمشيش معاكم في زوج نمشي مع المصلحة أنت على البلاد المصلحة أنت على البلاد تقتاضي هو أننا نجلس على طاولة أنت على الحوار مصلحة أنت على البلاد تقول أن الجزائر تعرضت إلى استعمار مقيس تعرضت إلى فتنة عمياء وكادت هو أن تحرق البلاد لو لا لطف الله ولو لا المخلصين في هذا البلاد اللي هما ساهموا على جلبة شوما يخفوا من الآثار ومتدعية أنت على الأزمة اللي ما زال إلى تاريخ اليوم ما زالنا متخلصناش معها مصلحة أنت على البلاد تقتاضي هو أنه تكون فيه تنازلات سواء من طرف الناس اللي رهم في السلطة ولا من طرف هذا الناس اللي رهم دركهما يسعاوا للسلطة تكون فيه تنازلات وللأسف الشديد هو أنه ما زالهم الدينة إذا كان نكمله بهذا الطريق أنت تعنت هذا كل واحد يجبد فيه جبته وربما قادرين هو أنه نعود ونرجع للفتنة واحدة أخرى الله يستر البلاد الأخ محمد البشير ما مش بشكل هذاك شوفوا نقول لك أن الوزا هنون لا أتفق معها ولكن مع ذلك شوف درك كين الاستخدام هذا انتع البوعبوع انتع الإسلام كين موجود موجود ولكن كين جنب من الحقيقة ما لازمش الإنسان هو أنه كين جانب حقيقي وكين جانب مفتعل رغم كينين الناس على بركب اللي يشوف في الجامعة في الجامعة مرات تكون أنت تصلي وعلى بلك لا رك تروح لجوامع رك تسمت هم وش راني نقول لك رأى كين واحد اللي يقف لك في الصف في الصف يبدأ هو يعدل فيك ما يعدلش روحه يعدلك انتع يبدأ يعدل فيك استويه ويدير روحه هو مكلف الصف هذاك ويبدأ هو يسقب في الناس يعدل روحك يا صاحبي انتع يعدل روحك انتع ما تقوليش باللي راهم كينين الناس على برك يتشوفوا حاشا حاشا خلقة ربي تقول هو أبو لهب هو قدامك في صورة انتع واحد حطروه أبو بكر صديق راهم كينين الناس راهم على برك يشوفوا في الإسلام وهذك الناس ربما ربما راهم هو من اللي يا أخو يستخدم خطاب عقلاني ادعو بالتي هي أحسن والآن احنا رانا في 2021 فارك حاب انت تدعو الناس ادعيها بالأخلاق انتعك خلي الناس تشوف المعاملة انتعك انتع الإسلام تشوفها على أرض الميدان ما تخطبش انتع للناس يا يا راهم على برك يشوفوا نقولك راهم لحقول واحد المستوى ما مش كلهم كين ناس اللي راهم هما في المستوى قال مثلا دارسين الشرع الإسلامية وناس قال مثلا عندهم مستوى من الطربية ومن الأخلاق وما حتى هنقولوا مثلا يتجاوزوا على الصغائر هذيك يعرف كيفاش يتكلم يعرف الأوقات اللي يتكلم فيها لكن راهم كين واحد الناس والله يا قاسم هنبلله موجودين حتى هنا في فرنسا يا والله مرات تكون تمشي في الميترو حتى يلا يبدأ يخطب لك يا إلا بك تشوفهم توحد ربي يا صاحبي المرة أنا نمشي في الطريقة في باري أنا نمشي في الطريقة هو جالية واحد لما يهدر معايا تخيل برك جاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هكذا يشوف لي هكذا شوف سبحان الله رفع السماوات بغير عمد وعلى بك أنا ساعات نحبها كذن النكتة كذاش بيا وقلت له أنا وعلاش وقلت له وعلاش إنه قلت لك رهما محتوطين بليات والله والله العظيم أي من بعد ومن بعد بدأي بدأي واحد الأية صحح تيرو صحح تلو الأية هذه ومن بعد قلت له وش تحسبني أنا قلت له تحسبني غيري والله ومراه نفس الشيء مراه في المرشي هنا في تولوز أنا شري من عنده شريت من عنده وقيلة شوية نتاع نبه الله وكان عندي ابني وذكره رجل أياد ما ما هكذا قال لي يعطيني يا بابا هكذا حب نتاع نبه الله ما يشعرف المهم هكذا وهو كان واحد قاعد قدامي كان قاعد قدامي هكذا شوفي هكذا قال وقلت بسم الله ولا ما قلتش وعلى بلك هنا في فرنسا ليس كما لها في البلاد تقدر واحد ان تقدر له درس في الطريق قلت له أنا تعرفني قال لي لا 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 أعرفك قلت له ما قلت له يعني هكذا تسمى دجا ذوك هكذا تسمى دجا ما تعرفوش تسمى دجا ما تعرفوش ما تعرفوش تهضر معه بالطريقة هكذا تفول صغير المهم من بعد حكمته ودرت له درس ومن بعد قلت له أرواح جبت له هكذا جبت له على الطريقة هكذا وقلت له أقرأ له صورة انت على سبيح ولا صورة انت على البقرة ولا قلت له أقرأ هالو أقرأ له ترى شوف ومن بعد حط يدعو على رسول الله بسم الله ما شاء الله بسم الله أقرأ له أنت محسب ذوك أنا صافي ذوك لازمني أنا نديرك نظرة وندير لحياة ما نشعرف أنا كذا وندير لك حل وندير لعمامة هذيك باش تعرفني بلي أنا راني مسلم والله اي شوية عقل يا صاحبي راه مكاينين بعض من الناس والله العظيم شوف نقول لك غير يكرهوك في الإسلام يكرهوك في الإسلام من خلال التصرفات انتهم يا صاحبي رانا في 2021 ألفين وواد وعشرين الطرق حتى الطرق انتا الدعوة تغيرت فهمت؟ الطرق انتا الدعوة تغيرت مبقاتش كما بكري انتا تعرف انتا كيفاش انتا قال مثلا فعل من الأفعال قادر هو أنه يدخل الإسلام ونعطيك مثال رجبت لي انتظرك على هذه المسألة نعطيك مثال واحد أقول مرة من المرات كنت ساكن أنا قبل ما يجوا الأولاد وكذا كنت ساكن واحدي المهم تعرفت علي واحدة واحد السيدة هكذا فرنسية هكذا تشوف تراقب في الناس شافت بلي أنا ما نشكي ما الناس هذو كلي تشوف فيهم المهم واحد النهار هكذا ندرت شو هكذا وهي قتلي بلي بلي تشوف تدخل الإسلام وانا هكذا من طبع انتاعي منذقش وعندي كما نقول الوسائل انتاعي اللي اسئلة هكذا هكذا نشك تشك في الناس هكذا خاص تنكي واحدة تكون ما تعرفوش والله تقول انت هذا هو مبعوث والله هاو كذا المهم من بعد قتلي بلي عنده زوجها عندها زوجها دخل الإسلام قتلها أنا مليح ما شاء الله هكذا قتلي كاش نهار هكذا يجين نعرفك بيه قتلها اوكي دكرة واحد النهار جاء جاء ايام بعد دعيتت لي قتلي قتلي هاو هذا هو زوجها تحبت تقصر نتاوياه والله وقلت لها ايه ما عليش هكذا المهم قاعدت نحكيينه وياه قلت له انسقسيك برك انسقسيك برك يعني كيفش حتى دخلت الإسلام فاهمني برك قللي كنت ان كان يتناول المخدرات المهم ومن بعد دخل في واحد العالم هكذا بطل الخدمة نتاعه وراحت له السكنة نتاعه وكذا وكذا قللي في وقت من الأوقات عليش بتلك كذا يعني المعاملات قللي في وقت من الأوقات قللي المهم يكون طايحة الأرض قللي المهم يجيت عاقب قللي يجيت جماعة يفرقوا في الإفطار يديرو هكذا مثلا إفطار هدك قللي منهم واحد قللي عرضني قللي اللي كان تحب تجيت فطر وقللي هو كان يعتقد باللي مسلم وهو كان متجرد قللي المهم روحت قللي شفتهم كيفش يديرو دخلت دخلت معهم الثماء قللي فطرت قاعدت كما يقعدوهما قللي ما بعدك يجيت خارج قللي قلت لسيد هدك إلا كان ممكن نقدر نعود نرجع قللي هو قللي بيانسير قللي تحب تعود ترجع في كل وقت احنا رأنا في رمضان حالين في أي وقت تحب تجي أروح تفطر مرحبا بك ولا تعرف صحابك هكذا مثلا يحب وجوه يفطروا والله مرحبا بهم قللي أنا شغل جاب عندي الحال قللي جاب عندي الحال وهو في الأصل كان مسيحي قللي شوف قللي كي عود ترجعت قللي من بعد ولي تركز أكثر بدأ من احترام تكريغا ثم تكون قلوا خريفا قللي مرحباST قللي كما دخلت قلت لك قلوا أقول السلم أخبرني إشارة قال لي المهم قال لي وقي لي واحد اليومين أو ثلاثيام قال لي بعثوا لي كونفوكاسيون عجل بشي ندير انتروتيان قبلوني في الخدمة قال لي من بعد زتديت السكنة قال لي فهمتنا الميصاج قال لي قلت أنا تسمى ميش من الرجولة باش أنا طلبت من ربي يدير لي رسالة ودارها لي مش من الرجولة على جلبة أنا قال لي مش من الرجولة على جلبة هو يخلي هذك تسمى الموقف هذك يروح هكذاك وتخلي الإسلام هذي كمثال برك الإسلام الدين تع معاملات ما هوش انتع ما هوش انتع هفو وانتع تبلعيت وانتع كذب وانتع وانتع غدر وانتع خلف الوعود وانتع طعن في الأعراض و فهمت وتزوير وشهدت الزور الناس دخلت علش دخلت للإسلام شوف روح عاود شوف غير المقطعة هذك برك انتع المسلمين اللي رحوا هما هربوا المسلمين اللي رحوا هربوا هما من الحباء هربوا هربوا رحوا للحباشة هربوا من الظلم ظلم ظلم تاع الكفار تاع قريش هربوا من القهر وهربوا من التمييز وهربوا وهربوا وكذا نهار اللي لحقوهم من ثمة وش قال هذك جعفر بن أبي طالب للنجاشي وش قالوا قالوا كنا وكنا 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 وجاء الإسلام وكذا 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 رح عاود شوف المقطعة هذك برك اللي مروه مرة على مرة مرة في الفيلم هذك تاع الرسالة الإسلام هو جاي خرج الناس من الظلمات للنور جاي خرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد إسلام جاء لجلبش يدير العدل بين الناس إسلام جاء لجلبش يعطيه الحقوق إنت على المرأة والإسلام جاء على جلبش هو يحفظ الأنساب ويحفظ السلالات إنت على الناس جاء الإسلام على القلبش هو يرفع الغبن على الناس إلى غير ذلك فأنت الجنة الناس تمنحها على جلبش تروح تصلي يوم خلي انت الحفلات والصهارات وكذا وكذا باسمي ماذا باسم أول نوفمبر باسم الشهاداء وباسم كذا وباسم كما وخلي من التفاصيل رك تعرف هذين الأشياء فهمت إذن الإسلام هو الدين انت عمو عاملات فهمت إسلام جا هو على جلباش يرفع الغبن على الناس وجا كما قلت لك جا من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور مش العكس تذك لما تشوف انت الواقع هو أنه هذ الناس راهم يقوموا بالعكس يخرجوا في الناس من النور للظلمات شوفوا وش راو صاري في أفغانستان كانت الطرقات معبدة والجامعات والكلية تمشي والجيش كذا كي ينفيه ظلم معاك كان فيه تمييز معاك ولكن انت تلمج انت دير تغيير دير تغيير انت من السيء إلى الأحسن مش من الأحسن إلى الأسوأ وهذا الشيء احنا دكار اشتركي ترجمة نانسي قنقر